فإذن هذه الشهادات أحبائي بتوضح كتير اشياء إنه المسيح كما قال أنا والآب واحد فالمسيح بكل بساطة يعلن طبيعة الآب بالكلام بالأعمال بالمثال بالطبيعة في الشخصية في الصفات يعني لما قال أنا والآب واحد من رآني فقد رأى الآب فبتشوف كمال الصفات المسيح يعرف الآب مش مثل الأفكار المغلوطة أنه معرفش في نفس الله شو بفكر لأن المسيح كان بيعرف بحسب الكتاب المقدس ثم المسيح مش بس أعلن طبيعة الآب يعلن لنا صورة الله الغير منظور لأنه الله لم يره أحد قط فالمسيح اتحدى وقال من رآني فقد رأى الآب فهو تعبير عن جوهر الله بكل أمجاد اللهود والقدرة الإلهية والسلطان الإلهي والأعمال الإلهية والتصريحات من من الأنبياء قال قد سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم من من الأنبياء الذي قال أنا هو نور العالم أنا هو القيامة والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة كلمة لا تقال لا تطلق إلا على الله فإما يكون المسيح مخادع أو أنك أنت بتصطدم فعلا في هذا الشخص الكامل هذا الشخص الكامل وبترك على رجليك وبتسجد ليسوع المسيح وتؤمن به لأنه في يوم من الأيام كما هو مكتوب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فأنا بدعوك المسيح طبعا قبل السجود والمسيح غفر الخطايا والمسيح خلق والمسيح قال يعني كلمات لم يقلها أحد فإما أن تؤمن بالمسيح ابن الله الله الظاهر في الجسد أو ترفض هذه الفكرة من أساسها لكن تعمليش حل وسط تقول عنه رجل عظيم تقول عنه نبي تقول عنه ما تقول يا إما بيكون فعلا ابن الله بتسجد له وبتآمن فيه يا أنك بترفضه لكن فيه برضو عواقب لهذا الرفض أنا بقولها بمحبة مش للإخاف لكن فعلا هذا هو الإيمان المسيحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر